في الفيديو اليوم سنذهب إلى واحد أو دو برنسيب لكي تكون إفكاس في 13 اللي تدير أو في أي خدمة لا تريد تديرها يعني بمعنى آخر أنك تزيد من الإنتاجية من قبل أن نذهب إلى هذا دو برنسيب أول شيء سوف نعرف ما هي الإفكاسيات بالنسبة لي التعريف عن الإفكاسيات أو تكون إفكاس هو أنك تدير 1 الحويج أو 13 في 1 المدة لقليلة ولكن الغلط بالنسبة للناس هو أنهم من البداية يريد أن يكونوا إفكاس في الحاجة اللي ما يمكنش أنك تكون إفكاس منطقة الأولى ضروري من المرة الأولى غير تتعلم الحاجة، تدير بواحد طريقة مديوك مثلا شي واحد اللي بغير مثلا يدير الفيديو في يوتيوب أو ما شي واحد اللي بغير يتعلم شي مهارة جديدة الضروري ما في الأول غير تدوز الوقت طويل بزائف ولكن المشكلة للناس هو أنهم هذا الوقت اللي طويل بغير يقصره ما أمكن يعني من البداية بغير يكون إفكاس لذلك هنا في حلقة التي تزال في أمريكا لعشرين عام و تسمع اللغة و تستطيع أن تكون بحاله في مدة شهر أو شهرين لا يمكن أن تأخذ لك بعض البروست قليل في حلقة التي تريد أن تدريب بحاله في مدة واحد سمانة أو رونالدو لا يمكن أن تكون عودتين لذلك تأتي من بعد لتخافي و تكون خدمة في الأول و تكون الخدمة في الأول و من بعد مدة طويلة يمكن أن تكون مدينة و تستطيع أن تكون مدينة و تستطيع أن تكون مدينة ولكن من البداية مثلا أنا في الفيديو الذي كان مصدر في يوتيوب في الأول في 2020 الفيديو ما بين أن نلقى الفكرة و نصورها و نموطها و نموطها و نموطها كانت تشتليك قريبا 1-4 سواء إلى 5 سواء ولكن حاليا نستطيع أن نلقى الفكرة و نصور الفيديو و نموطها و نموطها و نموطها في مام بان نستطيع أن نقول لك نص ساعة نستطيع أن تستطيع أن تستطيع هذا الشيء كامل ولكن الإفكاسيتي جاءت من بعد مدة طويلة ماشي في الأول أجل دبنا نذهب إلى هذه الأول أول برنسبة والذي أنا متأكد أنك تعرفه ولكن أنا النصيحة التي أريد في هذا الفيديو هو أنك تأبريكي ما يبقى غير عندك في الراس و أعرفه وهذا البرنسبة هو الأوقات الميتة ما هو الطماغ؟ هم الأوقات التي تكون تدير فيها ماختبات مهمة جدا مثلا بحال بحالة تكون الراكبة في الهدف ولا بحال كانت تأكل ولا بحال كانت تغسال او كانت تقوم بحالة في الكوزينة أو كانت تقدم في الشامبر في هذه الأوقات لا تكون ماختبات ممتازة و تفكر على يقنية تطريبات لا تتعة ممارسة في الدماء ما الذي يجب أن تدير في هذه الأوقات المتحدة؟ يجب أن تستغلهم كيف ستستغلهم؟ مثلاً إذا كان لديك الهدف أن تريد أن تتعلم لغة أجنبية فهذه الأوقات هي أوقات التي تعاونك بثاف و ستبوست لك الإفكاسية في التعلم هذه اللغة في هذه الأوقات تستطيع تسمع بودكاست بلغة نفسهم الذي مهتم بالتعامل الوصول وبالطبط نقوله بالتعامل هنا في هذه الأوقات تستطيع تسمع مثلاً كورس أو فورماتي أو شيء حاجة على الوصول لذلك الساعة تكون ديرها في ودنك هنا في هذه الأوقات تستغلها بزرعة الحواج تستطيع تعمل في أودوبوكس لا يمكن أن تجد أحد الوقت التي تقرأ في هذا الكتاب تقدر في هذه الأوقات التي تتأكل فيها أو تسمع فيها وتكون سالية الكتاب و أنت غير تتحرك في الترانسبر وهذه الأشياء التي كنت أدرها لأنني أريد أن نطور المهارة لتحدث في اللغة الإنجليزية فأنا لقيتها التي نجري فيها في الصباح وأمام طواناتي نجري في أودوبوكس بلغة اللي تسمع لي النصيحة هي أنه حاول ما أمكن أول حاجة تلوكاليزي للطموغ في النهار حتى تتعرفهم أمان ما تكون وبين يتحرك حاليا ستتوجد البودكاست في النار وتكون في هذه الوقتها وانت كتاكل او لا وانت ستكون كتسمع لي او كضرائع عندهم واحد طفار اللي واعر بزاف وغادي تعاونك باش تبوستي لفكاسي تدير الثاني برنسيب وهو لرواد باركنسون بيتاتك سمعتيني هترت عليها قبل او لم أمورك سمعتيني ما هي واحد للولي كانت بالنسبة لي انا الكتشاف في 2019 مرة مرة ما سمعت بها ولكن في 2019 سمعت بها وبتيت كن أبليكيها وضحت بلي كين دير رزولتة اللي بزاف لمعنى فالنسبة لي دقيب كوسستي، مرة مرة مجموعة تدير هذه المق بعد اذا لمعنى ضغر یعنى فالنسبة لي هنا ، قبل كان مرت depending longer اليمن لا يتدرس من دول فى يقول في شخص الشيساة لانت ساعة before actually وجد ايه تacionari لصبحت في العطل وكذكر عمي توقع اللقم وكتبقى كل نهار تقول له يتتغذي نوجده بعد تتغذي نوجده حتى في الأخر كتتسال السمان وكتبقى للموجدي تشي حاجة وكتبقى للي زربان غير باش تساليه وصافي ممكنني شنو كتبقى كتبقى أنك تأكوردي واحد الوقتها بالضبط واحد ساعة و واحد ساعتين هذا الدفور وهانت تساليتي وهنا رسي فالابل في القراية في الخدمة في الالتاش في أي حاجة فيما تبقى تدر شي حاجة أكوردي لها واحد الوقت أعطيها واحد اليميت ما تقسخ لها غير هكك شو واحد اللي بغي يبقى يبقى عندي سيمانة لا قول عندي الدرس الأول سنساليه اليوم في ساعتين عندي الدرس الثاني سنضربه في ساعتين وحدد الوقتها من هذا الوقت إلى هذا الوقتها كون متأكد على أنه في هذه الساعتين ستكون مفوكاليزي بزاف وستكون مركز بزاف العكس اللي قلتي بقى سيمانة في الأخرة موحال تراجعش لهذا الدرس قدر لا تراجعش لهذا الدرس لا أعطيه واحد اليميت خليسي الرأس ديلك خليسي أنه يتعجز وقل صافرة ما زال عندي الوقت ولكن إذا أعطيه اليميت وقلتي لشوف عندنا هذا الوقت الذي سنبقى فيها هنا سوف يفهم ويقول تخصنا ضرور ركزو في الساعة أو في الساعة سنوات التي لدينا في هذا الدرس هذه الواد باركينسون ستكون مفوكاليزي في أي حاجة مفوكاليزي في الخدمة مفوكاليزي في أي لعبة لذلك هؤلاء الدرس إذا أعطيهم انا كنت أضمن لك بالليفكاسيتي ديالك ستزاد بزاف واحد الأخرى هي تدريب الجماعي وتدريب الفردي سوف يتسالى نهارج معي إن شاء الله هذا الشيء إذا لم أعمروا البلايس قبل سأقلت في الفيديو البارح بأنه ثلاثة ديال البلايس عمروا في التدريب الجماعي وبالنسبة للتدريب الفردي مازال خاوين لذلك ما يمكن في هذا التدريب الفردي أو هذا التدريب الجماعي الوبجيكشيف دياله هو أنه في المدة ديال 3 شهر تكون وصلت إلى واحد الوبجيكشيف اللي مهم عندك في 2021 وأنا غادي نعاونك في هذا الدمارش غادي يكون واحد حيصاص كل سيمانة وفي كل حيصة نجي نعاونك في واحد حاجة مثلا في الحيصة الأولى غادي نجي غادي نحط نوياك الأهداف ديالك والخطة كيفاش غادي توصل لهذك الأهداف في الحيصة الثانية غادي نشتدوك الأهداف وغادي نقسمهم العادات وغادي نعاونك كيفاش تنستالي هذه الأعادات وتستمر فيهم وبالنسبة للسيمانة الثالثة غادي نعاونك كيفاش تورغانيزي السيمانة ديالك يعني إذا كانت عندك خدمة أو قراية يقدروا يبير توربك على هذه الأهداف ثم كيفاش تورغانيزي السيمانة ديالك وأخذ كل القراية أو خدمة تفقى خدام الأهداف ديالك وما تحفزش وآخر حصة هي كيفاش تفاق بكري ودير واحد الموري روتين لكي تبدأ نهار ديالك مزيان وتستاغل تورتو هذا الصباح ثم كيف قلت العرض رغضي تساعد نهار جمع هذا الشيء إلا مع مروش البلايس رغضي تلقى اللينك في الدسكريبشن لو أريد التفاصيل أو لو أريد تسجل ولكن في انستوغرام رغضي تلقى اللينك في البايو ديالي ثم أصفت لي أغاية ميساج في الإيميل اللي تحت وفي النمر اللي كنتم في واتساب وأنا ساعة ساعة نجاوبك وأنا ساعة نبدأ بالكوتشنج لكي تشيركا في الفيديو دياليوم سأللي أفراص كنشافوة إن شاء الله في الفيديو شيرا